عاجل وبالفيديو بعد أسابيع من وفاة الإعلامي صلاح الدين الغماري اليوم يخرج ابنه في تصريح صادم يزلزل المغاربة ويكشف تفاصيل جديدة حول قضية وفاة والده تصدر اسم الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري قائمة البحث على جوجل عربيا بعد إعلان موته المفاجئ مساء الخميس العاشر من دجامبر الغماري الذي كان يعمل صحفيا بالقناة الثانية المغربية دوزيام توفي عن عمر يناهز الخمسين عاما إثر سكتة قلبية مفاجئة وخلف نبأ وفاة الغماري صدمة كبيرة وسط زملائه ومعارفه ومشاهديه ونعت القناة الثانية الراحل بمنشور على فيسبوك جاء فيه ببالغ الأسى والحزن طلقينا خبر وفاة زميلنا الإعلامي المتميز صلاح الدين الغماري رحم الله الفقيد وداعا صلاح اشتهر الغماري بتقديم نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية كما قدم خلال فترة الحجر الصحي الناتج عن فيروس كورونا المستجد فقرات للتوعية والإرشاد موجهة للجمهور ولقد خرج صباح اليوم ابن الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري في تصريح مفاجئ وصادم بالنسبة للمغاربة حيث جاء في التصريح تفاصيل جديدة حول قضية وفاة والده وحزب ما قال الابن فإن الراحل صلاح الغماري كان يعاني من مرض القلب بالإضافة إلى أنه كان يواجه الكثير من الضغوط النفسية وفي الأخير نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والجنة وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون